بسم الله الرحمن الرحيم أسماء الله الحسنى كما هو معهود والواردة في القرآن الكريم في أواخر سورة الحشر والواردة أيضا في حديث أبي هريرة وهي مما أجمع عليه المسلمون هي وردت في القرآن في أكثر من تسعين موضعا بما يدل على أهميتها في تربية الإنسان وأن الإنسان عليه أن دائما أن يكون متواضعا لله سبحانه وتعالى وأن يكون متضامنا وأن لا يطلب العزة أو العزة إلا من الله سبحانه وتعالى إذا ذهبنا نجيب على سؤال حضرتك ما أخذها هي ما أخذها طبعا واضح أنه من العزة المنعة يعني العزة بمعنى المنعة وأيضا معنى التعالي وأيضا معنى يعني استحالة أن يناله فكر أو يناله خاضر من الخواضر هذا هو العزيز يعني أصلا العزيز في المخاطبات العادية دائما أو كثيرا ما نفهمه على أنها النادر يعني شيء عزيز لكن أحيانا نقول هو معتزب نفسه يعني أنه رجل يشعر بأنه معتز وأنه يعني لا يحتاج إلى كثير من الناس إذن العزيز مأخوذ من العزة بمعنى المنعة ومعنى العزة بهذا المعنى كما هو معلوم لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى لكن ورد في القرآن العزة وصفا للإنسان أيضا ووصفا لله سبحانه وتعالى وربما في آية واحدة وهذا ما يجعلنا نفرق بين المعنىين فمثلا في قوله تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا آية واحدة فيها يعني أن المخلوق من البشر إذا كان يريد العزة فليعلم أن العزة لله جميعا واضح أن العزة الأولى هي عزة بشرية يعني من كان يريد من البشر العزة عزة بشرية تنسبه فالرد فلله العزة جميعا واضح أن العزة هنا التعريف الإلهي للعزة بالضبط أخذ لبالك يعني لله العزة هنا تقدم الخبر على المبتدأ لو كنا فكرين أن هنا تقدم الخبر على المبتدأ يفيدني معنى القصر فهو القرآن يريد أن يقول إن العزة سواء كانت عزة بشرية أو عزة إلهية هي لله جميعا فإذن العزة هنا لا يمكن أن تكون للإنسان ولكن يعني أوصفت هكذا فنستطيع أن نقول إن العزة بمعنى المنعة كما قلنا ومعنى التعالي ومعنى استحالة الوصول إلى هذا العزيز لا طبعا حسا ولا عقلا ولا خاطرا ولا شعورا بهذا المعنى لا يمكن أبدا أن تكون وصفا إلا لله سبحانه وتعالى ويستحيل أن تكون وصفا للبشر هذا هو معنى العزة وطبعا بهذا المعنى ربما يصعب حضرتك أن تسألني ما هو حظ العبد من ولكن قبلها هل ذكر عزة للبشر في القرآن الكريم؟ نعم هو هناك عزة إلهية وعزة بشرية؟ لا وصف طبعا برأة العزيز مثلا ووصف لكنها عزة بشرية ناقصة ليس فيها المنعة المطلقة ليس فيها القوة التي لا تضعف ولا تفنى ليس فيها التعالي وعدم القدرة إلى الوصول إلى هذه المكان كل هذا طبعا يعني إنما العزة مفاهيم محدودة بهذا المعنى هي العزة الإلهية قد يشترك العبد في هذا المعنى في الاسم فقط زي ما بيكون مثلا قلنا أنه معتزم بنفسه أنه وفلندا قالت امرأة العزيز كل هذه الاسم عزة أو اسم عزيز لكن المعنى كمال وتمام المعنى لله سبحانه وتعالى لله سبحانه وتعالى وليس له إلا هو اللفظ في هذا المعنى وماذا عن حظ العبد المسلم نعم واضح طبعا أن حظ العبد هنا مليشي حظ بالمعنى الذي قلناه فإنه لا حظ للعبد في أن يكون يعني منيعا أو أن يكون متعاليا أو أن يكون لا تناله الأفكار ولا يعني تصل إليه الخواضر ولا مستحيل دهوى وسط الأفكار ووسط النواقص لكلها فلكن قالوا أنه أيضا يعني عليه أن لا يعلم أن هناك عزيز إلا الله سبحانه وتعالى وبالتالي إذا طلب أن يعتزع بما تطيقه حالته البشرية لا يطلب العزة إلا من الله سبحانه وتعالى ولا يطلبها من عبد لأنه إن طلب العزة من عبد مثله فليعلم أنه يطلبها من زليل وليس من عزيز ننتقل مع فضلتكم إلى اسمه تعالى الجبار ولكن قبل أن نبدأ فضلة الإمام في تعريف الناس بمأخذ الاسم ومعناه هناك قضية في منتهى الخطورة وهي أن بعض المغرضين والملحدين يستخدمون بعض الأسماء الحسنة لله تعالى كالجبار والمنتقم وغيرها ليقولوا كيف تكون هذه الأسماء منتسبة للذات الإلهية يعني نود أن نوضح هذا المفهوم الخاطئ للمشاهدين الكرام وخاصة للشباب حتى لا يساقوا في طريق خاطئ الذي يقول ذلك هو يأخذ شيئا من القرآن ويترك شيئا إما غفلة وجهلا وإما عن قصد ونية وإما تعمد النعم خبيث القرآن الكريم يعني يعني لو أنه بهذه السزاجة من الفهم يعني يا أخي لا يسمع لي مليار ونصف مليار مسلم الآن يعني ولا ولا كما قلنا من قبل نهو يعني طوى العالم في خمس سنوات نعم مش ممكن يطوئ العالم في خمس سنوات بالقوة ولا بالسيف ولا بالقهر من يعني يقول أن هذه الفئة القليلة الفقيرة اللي تحدثنا عنها ممكن أن تقف في وجه جيوش مدربة وقوية ومسلحة مش ممكن ده يدل على أن الناس استقبلت الإسلام نعم ويعني فتحت جراعيها ورحبت به لأنه رأوا فيه منقزا نعم منقزا من ظلم منقز من الضرابات منقز من أشياء كثيرة منقز من تسلط رجال دين على الناس فيعني من يقدر سنقول أن القرآن بهذه السزاجة التي يفهمونها لابد أن تضع كما سنقول ربما في نهاية هذه الحلقة الآيات الواردة في الظلم وتحريم الظلم ويمكن الحاجة الوحيدة التي حرمها الله على نفسه هو الظلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا أو فلا تتظالم طيب إذا وضعت هذه الآيات إلى جوار ما يظن أو ما يفهم خطأا من أن مثلا مثل قهار وجبار ومتكبر ومتكبر تكلمنا عنها وقلنا أن المتكبر دي يعني تستحقها هذه الزات سوف يتضح لك أن هذه الصفات تتعامل مع الجبارين المتكبرين المتغطرسين ومحدش يقدر يقول لي والله يعني ليس من العدالة الإلهية أن تقف في وجه الذي يتجبر ويتكبر ويضغى على العباد فلا بد أن يقره ولا بد أن يقره فهذه الصفات لها مجال معين تعمل فيه إنما الله سبحانه وتعالى لما يقهر العبد الضعيف المؤمن المستسلم أو حتى يعني الملحد اللي هو يعني لا يؤذي العباد لكن هناك من يؤذي الناس هناك من يظلم موقفه إيه؟ موقف القدوة بعدين الله سبحانه وتعالى ده مش الله المسع الأعلى مش عمد يشوف بلا قارية وقارية مشوفهاش ده يعني ولا تسقط من ورقة إلا يعلم وتسقطش ورقة من شجرة إلا وهو هيراقبها ويعلمها فإذن فيه ناس يعني تستحق هذا النوع من التدخل وحن نتحدث عن هذا فإذن من الجهل أن يقال إن الله يعني الجبار بمعنى أنه المتغطرس الذي يجبر العبد الضعيف البريب هذا لا يحدث أبدا لأن الآيات الأخرى تأتي ولا يظلم ربك أحدا نعم وما ربك بظلام للعبيد انتهى الكلام إنما حينما يعني يظهر أثر الجبار على متغطرس على متفرع على يعني طاغي من الطغاة نعم على من يتعطى الأقوة في الناس مثلا مخوف الناس وكذا وكذا حينما يظهر أثر الجبار عليه لا نقول إن هذا يعني هذه قسوة نعم أو إلا يبقى هالمسألة يعني فسيتبين لنا أن كلمة جبار دي يعني لها معاني مستقدمة ثم أن يعني المسألة أنها بمعنى القهر والكسر قاصة بمين نبدأ مع فضلاتكم في استعراضي معنا الجبار نعم الجبار الجبار طبعا هو العالي شوف أول حاجة ما قالش هو القاهر أو الكاسر أو كذا لا هو العالي المتعالي الذي لا يصل إليه أحد ده جاي من فين اللغة العربية بدول كده فينك اللغة عربية أنت بتقول إيه من قول العرب نخلة جبارة العرب وصفوا النخلة بأنها جبارة لشدة التفاية بتلطش الناس نعم أو بتعد الناس لا إنما بمعنى أنها العالية التي يصعب على المرتقي خاصة من الصبيان أن يصل إلى نهايتها نعم وصفوها بأنها جبارة جبارة أيضا وصفوا ناقة جبارة نعم مش بمعنى أنها الناقة التي تؤذي الناس نعم ولكن بمعنى أنها العظيمة السمينة كمان وصف الفرس جبار نعم بأنه هو الذي يعني يعني لا يستطيع أحد أن يمتطيه بسهولة نعم يعني ينفر ويتأبى عن أنه حد يركب هذا الفرس فإذن بمعنى أول معنى للجبار هو التعالي والعلو وآد الاستشهادات نقلة جبارة وناقة جبارة وفرس جبار طيب وهذا المعنى ورد أيضا القرآن الكريم قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين نعم يعني لا يمكن تصل إليهم ولا يمكن تطاولهم ولا يمكن تهزمهم من منعتهم من منعتهم طبعا منعهم من العلو المعنى الثاني بقى للجبار هو جبر الخاضر سبحان الله هو معنى بالضبط طبعا في سياق مختلف تماما في سياق والله هو مش في سياق مختلف وده السياق الذي ولذلك تجد مفسري الأسماء الحسنى يسردون هذه المعاني أولا نعم لأن هي المعاني المتبادرة إلى الذهن لغة من اللفظ حين يسمع إذا كان هناك ثقافة عربية وإذا كان هناك حد مطلع على هذا الكلام فإذن من معاني الجبار هو الجبر بمعنى يعني كما يقولون إصلاح الكسر نعم فهو يجبر خواطر العباد ويصلح كسرهم يمسح على آلامهم يأخذ بيدهم كل ما عثوا نعم وده إحنا مش يعني مش يعني مش العلماء يعني مش جايبين وكذا وبيلصموح حوالين لا لأن هناك لأن هناك أحاديث نعم تدفع المفسرين إلى أن يفسروا جبار هنا بمعنى بهذا المعنى بهذا المعنى من هذا الحديث الشريف تجافع عن ذنب السخي نعم يعني والله حاجة يا أخي هذا الإسلام للأسف الشديد يعني يحتاج إلى مسلمين آخرين يستفيدوا منه تجافع عن نبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأن هناك ناس أسخياء كرماء فضلاء لكن أحيانا ينسقطون لهم عثرات نعم لهم عثرات لهم أخضاء لهم كذا يأمرنا أن تجافع أن نغضي الطرف عن أخضائهم وعن عثراتهم ليه لأن الله سبحانه وتعالى يأخذ بيدهم كل ما عثروا الحديث تجافع عن ذنب السخي السخي اللي هو كريم جاهز لخدمة الناس يعني هو الذي يجبر خواطر الناس تجافع عن ذنبه فإن الله يأخذ بيده كل ما عثر يعني كل ما وقع يجد الله الرحمة الرحمة يعني تنتشله من هذا الذي طيب فتغاضوا عن ذنب أو زلات العبد الكريم فإن الله يتغاضى عن ذنبه ويجبر عثرته ويقيلها من فإذن هنا عندي كلمة جبار بمعنى جابر العثرات حتى احنا زمان والله كنت في السنة وكنا سماعنا مش عارف من قرن الماضي حاجة مسرحية اسمها جابر عثرات الكرام مش عارف مسرحية حاجة كده كانت لكن لما العلماء العلماء بحثوا في معنى كلمة جبار في اللغة وجدوا فعلا من معانيها أنه بمعنى القهر والكسر يعني الجبار هو بمعنى المكره أو معنى يعني الجابر يعني الذي يقر نعم فطبعا عندهم كلمة جبار وردت في القرآن وردت في القرآن وردت في الحديث وعندهم معنى من معاني اللغة نعم يقول لك ممكن جبار يفسر بهذه المعنى فطبعا لازم يخذوه ويفسروا به لأن القرآن نزل باللغة العربية طب حد قلوا لنا ايه بقى في القصة دي أنتو عندكم هنا ليتوا جبار بمعنى القاهر ومعنى يعني الذي يكسر ويقهر ويجبر إلى آخر فقالوا معناه هنا في اسم جبار الله سبحانه وتعالى هو الذي يقهر الظلمة نعم وهو الذي يقهر الفراعنة نعم وهو الذي يقهر الضغاء والذي يقهر المتطاولين على عباده جميل هذا المعنى هل حد يعترض على هذا المعنى لا يمكن يعني عزين أن الله سبحانه وتعالى يعني قدرة شاملة إرادة شاملة ومطلقة وعلمه شامل ومطلق وكما قلنا وما تسقط من ورقة إلا يعلمها سبحانه وتعالى يجي عند الجباب ردولي ويتركهم لظلم يتركهم لظلمهم أو إذا يعني يعني أوقفهم عند حدهم يجوا المتفلسفين دولوا يقولون والله هذه قسوة نعتقد أن هذا كلام فارغ ولا يصح أن يقال فضيلة الإمام يتبقى لدينا دقيقة واحدة نختم فيها بحظ العبد من هذا الاسم الكريم والله يعني حظ العبد في هذا هو أنه يجبر خواضر الناس نعم يتشبه بالله سبحانه وتعالى في أنه يجبر خواضر الناس وبما أنه ليس له التعالي فلا يتعالى عليهم نعم ويستطيع قدر الإمكان أن يقف إذا استطاع أن يقف في وجه الظلمة والضغاة والجبابرة شكرا فضيلة الإمام وشكرا لمشاهدين الكرام على حسن المتابعة إلى لقاء جديد وحلقة جديدة بإذن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة